قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصيام يولد التقوى يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرضه الله تبارك وتعالى على الذين من قبلكم فقد فرض الله تبارك وتعالى الصيام على جميع الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم والهدف من الصيام تحقيق التقوى والتقوى يقول ابن عباس المتقون هم المؤمنون الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعة الله المتقون هم الذين يتقون أن يجتنبون الشرك ويعملون بطاعة الله تبارك وتعالى يقول الحسن البصري المتقون الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم والمعنى تقريبا واحد وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مال بأس به حذرا مما به بأس أخرجه الترمذي وابن ماجه التقوى مشتقة من وقى يقي وقى نفسه الضرب أي جنب نفسه الضرب وقى نفسه العذاب أي جنب نفسه العذاب قوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أي أبعدوا أنفسكم وأهليكم عن النار في الآخرة التي يوقد بها الناس والحجارة عندك الكافرين إذن التقوى أن تقي نفسك من عذاب الله هل خلقك الله أيها الإنسان ليعذبك لا خلقك وصورك وعدلك وأتم عليك نعمه في الدنيا ظاهرة وباطنة وكرمك بالحرية فجعلك حرا ولا يريد الله تبارك وتعالى أن تكون عبدا لغيره لا عبدا لشهواتك ولا عبدا للآخرين فهذه الحرية الحقيقية التي تتحرر بها عن عبوديتك للمخلوق وتكون عبدا لخالقك هذه الحرية الحقيقية هي التي تقيك عذاب الله وتدخلك في الصالحين الذين يعيشون في الدنيا سعداء وفي الآخرة في رضوان من الله وفي جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الآية القرآنية تبين لنا أن الصيام يولد التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إخوة الأكارم التقوى شيء باطني ولكن يظهر أثرها في الواقع فإذا لم يظهر أثر التقوى في الواقع بطاعة الله واشتناب محارمه فلا تقوى ولو ادعى أحدنا أنه يتق الله وأنه يحب الله وأنه يخاف الله الذي يخشى عذاب الله والذي يحب الله ويريد ويطمع في جنته ورضوانه يتقي معاصيه بعد الإيمان الحقيقي بالله ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل التقوى توجد عند المؤمن حب أخيه المؤمن بإخلاصا لوجه الله لا لمصلحة دنيوية ولا من أجل شهوة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا يشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره إذن التقوى في الداخل ويظهر أسرها في الخارج أسرها الأخوة والحب في الله والبوض في الله وأن المسلم لا يسلم أخاه المسلم لعدوه وبهذه المناسبة بدخول شهر الصيام الناس الذين جاءوا من لبنان أو من غير لبنان من أعداء الله الذين غرهم الشيطان فكانوا من الضالين أو هم يعلمون الحق ويعلمون أن النصيري لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وليس عندهم مساجد ولا بيوت لله وقد سلموا جزءا من أرضنا لليهود فهم مكشفون بالعمالة والخيانة يعلمون ذلك إذا كانوا يعلمون ذلك ويساعدونهم علينا ويقتلوننا فهم أسوأ وأنجس منهم الله تبارك وتعالى قال إنما المشركون نجس لأنهم يطيعونهم في قتلنا في قتل أهل السنة والجماعة أيها الإخوة المؤمنون المسلم لا يسلم أخاه المسلم للموت وللقتل ولعدوه المسلم لا يظلم المسلم لا يسلمه لا يحقره تحقير لا يحقره فكيف بنا بأشخاص يدخلون بلدنا ويذبحون الأطفالنا ذبحا ونساءنا هل يفعل ذلك مسلم؟ ثم يزعم كبيرهم الذي علمهم السحر وهو ليس كبيرهم في الإجرام يزعم أنهم يريدون أن يحرروا الشعب السوري أي شعب سوري؟ الشعب السوري في كل المحافظات بل في القرى هدمت بيوتهم عن طريق الطائرات وعن طريق القذائف التي تأتي من هنا ومن هناك على يد هذا النصيري الكافر الفاجر الخنزير نحن ندعو كل العالم أن يأتي فينظر هل يوجد مدينة أو قرية لا يوجد فيها تهديم للثلث أو للربع أو للعشر أبدا وبخاصة بيوت الله المساجد تسلط فوهات المدافع على المساجد وعلى الجوامع والجامع الأموي في حلب وجامع خالد بن الوليد في حمص وكل الجوامع تقريبا الظاهرة للعيان دمرتها فوهات المدفعية وصواريخ الإجرار ثم بعد ذلك يحدثوننا عن الإرهابيين هل إرهاب فوق هذا؟ يرهبون الناس حتى يخضعوا لسلطانهم يا أخي الناس لا يريدونهم لا يريدونهم ولا يريدون أن يدافعوا عنهم أمام إسرائيل هم سلمون لإسرائيل هم يقتلوننا لمصلحة إسرائيل انتبهوا أيها الناس جميعا في كل الأرض ونحن في بداية وفي دخولنا لشهر رمضان المبارك من هذه السنة الجديدة السنة الثالثة التي نقتل فيها والعالم ساكت ينظر ويبصر انتبهوا أيها الإخوان أيها الإخوان في كل العالم أيها المسلمون أقول الإخوان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم ولا أقصد حزبا معينا ولا أقصد شكلا وجماعة معينا كل المسلمين أخوة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يستمه فمن أستمنا للهلاك ومن استباح دمنا فليس منا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاحة فليس منا أيها الإخوة من أهداف الصيام الأساسية التقوى لعلكم تتقون وتتقون أي يوجد في نفسكم وفي قلوبكم ضابط يمنعكم من ارتكاب الحرام ويدفعكم إلى فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به هذا الضابط الداخلي النفسي الذي يدفع الإنسان إلى عمل الخير والبعد عن الشر هذا هو التقوى وهذا هو الذي يجعل الإنسان إنسانا أما غير ذلك لو أنشأنا دولة أيها الإخوة لو أنشأنا دولة كالدول الحديثة دولة التسلط والإرهاب ووضعنا على الأشخاص جواسيس يتجسسون عليهم بحيث لا يستطيعون أن يتكلموا إلا بما يريده فرعون ولا يتكلمون بما يزعجه أو بما يؤذيه أو بما يخرجه عن واقع الأمة والعياذ بالله تعالى لو وجدنا ذلك وفعلناه وأنفقنا أموالا كثيرة كما كانوا يفعلون ثلاث أرباء أموال الناس التي تجبى منهم عن طريق الضرائب وتحسب من أفواه ومن أطعام أبنائهم وأزواجهم وأهليهم تدفع لهؤلاء المخابرات والأمن ليتجسسوا عليهم فهل يصلون إلى ما يريدون يستطيع الإنسان أن يلتوي هكذا وهكذا ويفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ويدبر ما يشاء بإذن الله دون أن تطاله أعين هؤلاء المجرمين الجواسيس الذين يرهبون الناس حتى يخضعونهم لسلطانهم لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأراده حرا فمن يسعى للحرية ويعتمد على الله يعينه الله تبارك وتعالى فشهر رمضان خير شهر ندخل فيه ونحصل التقوى أو نتممها إن كان فيها نقص حتى نستطيع أن يكون فينا رقابة داخلية نعمل بأمر الله ونشتنب معاص الله إذن التقوى في حقيقته ضبط الغرائز ضبط الغرائز ويحصل بالصيان ماذا في الصيان أيها الإخوة لو أننا تحدثنا أو تكلمنا للناس أو أقنعنا أنفسنا بأن هناك جائعين هناك محتاجون هناك هناك لن نستطيع أن نفقها حقيقة جوعهم إلا إذا جعنا وجعنا بماذا جعنا لأنه لا يوجد في طعام مثل ما حال بعض السوريين الآن تمر فيهم أحوال لا خبز لا ماء لا كذا يجوعون الجوع ليس الاضطراري إنما هو الجوع الاختياري في رمضان حتى يتعود المسلم على الجوع الاضطراري وحتى يحس بجوع من جاع جوعا اضطراريا عندما يبقى الإنسان 14 ساعة أو 18 ساعة أو 20 ساعة في بعض أقطار الأرض لا يأكل ولا يشرب والماء أمامه والطعام أمامه خلق الله له ما في الأرض وباحها له ولكنه في هذا الشهر المبارك يمتنع عن ذلك لماذا لله لا يمتنع عن ذلك ليخفف وزنه لا لله لأن الله أمر بذلك فهذا هو التقوى الذي يوجد في نفسه ضوابط لغرائزه غرائز الإنسان أيها الإخوة قوية غريزة الجنس غريزة الطعام والشراب غريزة التملق كل إنسان يريد أن يكون كل شيء له ولو لم يبقى للإنسان الآخر شيئا فرمضان يضبط الغرائز التقوى تضبط الغرائز في الإنسان أيضا حب التسلط التسلط على غيره خلق الله للإنسان أسره وخلق للمرأة مجموعة من الأطفال تفرق سلطانها عليهم عن محبة وشفقة وحنو الأب أيضا له سلطان في أسرته سلطان في مع محبة إذا رأى ابنه يضحك ويتبسى نسي همومه وأتعابه هذه السلطة التي فيها الرفق والحنان يفرقها الإنسان أما إذا خرج عن منهج الله وخرج عن الحنو والعاطفة والرحمة والشفقة التي أرادها الله تبارك وتعالى يصبح طاغوتا يتسلط على العباد ينتزع منهم رزقهم كما رأينا كان أناس عندنا في سوريا إذا أراد أن يدخن يلمع عقاب الشجائر في الأرض ثم يصرع منها سيجارة وإذا به يصبح مليونير عنده الطائرات وعنده المقاطعات في أوروبا من أين جاء هذا مما لأبيه وأمه ورثه إنما هو من طعام أبنائنا وشرابنا ولذلك هذا المغفل وأصحابه وأعوانه لا يريدون أن يتخلوا عن الكرسي الذي يمتصون به أو عن طريقه دماءنا فعلينا أن نتحرر وأن يكون قيادنا لله تبارك وتعالى والدليل على أن الدين وما يستقر في القلب من التقوى هو الذي يحجر الإنسان عن الشر ويقجه للخير المرأة التي كانت تقول لابنتها وسمعها عمر تقول لابنتها يا بنيت امزق اللبن بالماء قالت إن أمير المؤمنين عمر منعم سق اللبن بالماء قالت الأم لابنتها وآنا عمر حتى يرانا الآن قالت البنت إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا إذن الرقابة الربانية التي هي التقوى هي التي تجعل الإنسان إنسانا مستقيما على أمر الله ليحقق مجتمعا فاضلا ومهما تشدق المتشدقون بأنهم تقدميون وبأنهم سينشئون مجتمعا فيه المؤسسات وفيه 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 كل ما هنالك أن العبودية فيه لشياطين الإنس والجن فإذا أردنا الخلاص علينا أن نرجع إلى التقوى وإلى أحكام الإسلام التي يبنى فيها أحكامه على أمور خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإثاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيلا الصوم جنة أي وقاية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء أي وقاء يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآية أياما معدودات أي كتب الله عليكم صوم أياما معدودات صوموا أياما معدودات وهي الشهر المبارك الذي فرضه الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا شوف الرحمة الربانية لا يستطيع الصيام أو يتعبه الصيام أو يزيد من مرضه أو على سفر كان مسافرا فعدة من أيام أخر يفطر في رمضان ويصوم بعدد الأيام التي أفطرها في وقت آخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لن أثناول أول نزول هذه الآية ولكن ما نسخ منها نسخ وما ثبت وهو أن الشيخ الفاني يعني الذي يعجز عن الصيام لكبر سنه لأن كبر سنه يحيج إلى الطعام والتغذية شيئا فشيئا أو المريض مرضا لا يمرأ منه مرض مزمن ويضر به الصيام فهذا لا يستطيع أن يقضي في وقت آخر فهؤلاء الذين يصومون بمشقة وصعوبة يؤذيهم الصيام أو يضر بهم أو يعطل بعض أوضاعهم لسن أو لمرض وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعطي لكل مسكين كلاوين حمطة عن كل يوم أفطره ومن تفوع خيرا فهو خير له من زاد عن إطعام مسكين أكثر من مسكين من زاد عن كلاوين حمطة يدفع أربعة مسلان أو يطعم مسكينان أن كل يوم يفطره فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تستطيعون الصيام أما إذا كان يضر بكم الصوم للكبر أو للمرض فلا يجوز أن تصوموا لأن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يضر المسلم نفسه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أود أن ألفت النظر إلى الإخوة المجاهدين الذين يقفون الآن أمام الفجار حربنا حرب الفجار اجتمع عليها فجار الأرض وكفار الأرض اجتمعوا علينا من أجل مصلحة اليهود أن نقلها صراحة أبقى شيء مستور سنتين ونيف ونحن نقتل ويذبح أطفالنا ونساؤنا ذبحا والعالم يتفرج وعندما يكون حاكم مسلم في منطقة من المناطق لم يستطع أن يقدم خير لأنهم منعوه أذنابهم وأعوانهم منعوه من فعل الخير يقيمون الدنيا عليه ويقولون هذا بدي يطبق الإسلام بدي يعمل كذا بدي يعمل كذا لا يريدونه لماذا؟ لأنهم لا يريدون أمر الله ثم يزعلون ويتألمون أو يتأففون إذا قال عنهم بعض الناس كفار لا ليس كفار هم أفجر من الكفار الذين تكالبوا علينا هم من الفجار وينبغي أن ألفت أنظار الإخوة المؤمنين في كل بقاع العالم الذين يجاهدون بأموالهم والسوريون الذين يجاهدون بأنفسهم أود أن ألفت نظرهم إلى أن فتح مكة كان في شهر رمضان وغزوة بدر وعلى هؤلاء المجرمين الذين يعبدون علي رضي الله عنه وعلي بريء منهم وعلى هؤلاء المجرمين الذين أشركوا بحسين مع الله كما قالت النصارى حزير بن الله وهم يقولون يا حسين بذل يا الله نسوا رسول الله وتعلقوا بالحسين نسوا فاطمة رضي الله عنها وتعلقوا بالحسين وتركوا الحسن لأنه سلم الملك إلى معاوية هؤلاء الذين يعيشون في جهالة التاريخ ويراكمون فوقها الأكاذيب والخرافات والسخافات حتى زعم أحدهم منذ يومين سمعته يقول أنهم يدخلون سوريا ليقاتلوا السفياني السفياني الذي ثبت في بعض الأحاديث أنه يخرج قبل الدجال بفترة من الزمن هم السفياني والدجال يخرج من عندهم إذا كانوا يؤمنون بهذه الأحاديث فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الدجال يخرج على خلة بين الشام والعراق يعني هذا العراق الذي صدح بهذا الكلام من عندهم سيخرج الدجال وربما كانوا هم من الدجاجلة ولكنهم يكذبون أنفسهم ولو كان البصر والنظر والاستدلال يدل على أنهم خرجوا عن أمر الله عندما كفروا صحابة رسول الله إذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أعلن القرآن رضى الله عنهم فقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة وعدلهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم رسوله وهم يشتمونهم أي دين هذا أي دين هذا الذي ينقله لنا الكفار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم لقد خرجوا من الإسلام شعروا بذلك فليتوبوا إلى الله وإن لم يفهموا فذرهم في خوضهم يلعبون وقد ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالدخول إلى سوريا ليكشف سخفهم وكفرهم وكذبهم ونعل الله له حكمة في قتلهم وردعهم وإيقافهم عند حدودهم فالله الله أيها المؤمنون جاهدوهم في هذا الشهر الكريم بأموالكم وأنفسكم والحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني اشتركوا في القناة